السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ النهاردة ان شاء الله في يونت 4 لمنهج المترس الانتاني يبدأ وده هيبقى اخر يونت معنا ان شاء الله اللي بعنوان لسه نوعنا عندنا بتكلم عن يونتس أوف ذا لنس اللي هي الوحدات اللي بيطقيس بيها الطول اول حاجة عندنا او داميتر عندنا براكتكال اكسرسايز تدريب عملي اقف اند بوت يور هانز اوب از ان زافجر ورفع ايديك زي الشكل ده لو حد وقف ورفع ايديك كده دي مين ودي شمال المسافة بين ايديك وانت واقف كده حوالي متر دي متقربة ما بين البني ادمين طبعا هي مش متر بالظبط بس ايه تقدر تتخيل منها المتر عامل ازاي الحل التاني بقى هات مصطرة طولها متر طب انا هعرف ازاي لو مش هتعرف اسأل المدرس او اي حد قوله عايز مصطرة طولها متر او رولر خلي واحد صاحبك يمسك المصطرة كده الرولر وارفع ايديك بالشكل ده وابدأ حط المصطرة عليها شوف هتبقى اكتر من متر ولا اقل ولا متر بالظبط اكيد هتبقى حاجة زي ما قلنا متر قريبا من متر ممكن متر شوية او تمام؟ يعني اما قد المصطرة بالظبط اما اكبر منها بشوية اما اظهر بشوية بعد ما انت عرفت ايه هو المتر تخيلته ابدأ جاوب احنا قلنا احنا قلنا تخيلنا المتر يبقى الاثنين متر هيبقى قدوا مرتين تلاتة متر هيبقى قدوا تلات مرات تمام؟ طول الصبورة طول الصبورة صبورة اللي في الفصل بالعرض كده يبقى كام؟ طبعا انا عارف ان ايدي بتختلف من مدرسة لمدرسة بس بالتقريب هل هي هتبقى 1 متر؟ قد المسافة بين ايديك اكيد لا هل هي 3 متر؟ ممكن هل هي 9 متر؟ لا 9 متر دي كتير قوي اتخيل كده المسافة اللي بين ايديك دي تلات مرات اه ممكن البلاكبورد تبقى 3 متر لكن 9 متر هتبقى بلاكبورد كبيرة قوي حتى عشان نكتب عليها كلها ممكن البلاكبورد تبقى حوالي 3 متر طيب الارتفاع يعني الطول تمام؟ بتاع باب الفصل كام؟ هل هو 2 متر 4 متر بالتخيل كده لو بسيط على اي باب هو يعتبر أباوت 2 متر طيب ارتفاع صاحبك اللي في الفصل الهايد بتاعه حوالي كام؟ 1 متر 3 متر 5 متر طبعا ايه؟ مفيش بني ادم ابدا بيعدل 2 متر يعني 3 متر ده كتير قوي و5 متر ده يبقى عملوك فالطفل العادي بيبقى طوله حوالي 1 متر طول الفصل المسافة من اول والاخر ما بين الحيطة دي ودي هل 1 متر؟ طبعا لو 1 متر ده مستحيل حتى تفتح ايديك فيه لان احنا قلنا المسافة بين ايديك 1 متر فهو اكيد اكبر من كده هل 7 متر ممكن؟ يعني لو وقفوا سبعة صاحب جنب بعض وكل واحد عمل الحركة دي هتلاقي المسافة كأنهم ايه 7 متر طب هل ينفع تبقى 20 متر؟ لا 20 متر دي اكبر من الفصل بكتير ده ممكن طول شقة كاملة فاللنس بتاع الكلاصروم 7 متر طيب الارتفاع بتاع المبنى بتاع المدرسة الفصل هل هو 4 متر؟ ممكن يبقى 4 متر؟ اكيد لا 4 متر ده ارتفاع قليل قوي صح؟ تمام طيب هل ممكن يبقى 60 متر؟ أو 20 متر؟ طيب هو 60D مستحيلة احنا عارفين المباني الدور الواحد بيبقى حوالي 30 متر ف60D يعني احنا بنتكلم في عمارة 20 دور تمام؟ فالاقرب طول هو ممكن يكون ايه؟ 20 متر الا لو كان مبنى صغير قوي فممكن يبقى 4 متر بس ده لو دور واحد انما لو بنتكلم مبنى كبير ممكن يكون 20 متر الهرم الاكبر اللي في الجيدة ارتفاعه ممكن يكون كام؟ هل 20 متر؟ يعني زي المبنى بتاع المدرسة؟ ولا ممكن يكون 150 اللي هو يعني كأنه خمس امارات فوق بعض ولا 900 متر؟ طبعا 900 متر دي حاجة كبيرة قوي اللي مفيش حاجة ارتفاعها كده فهو في الحقيقة ارتفاعه وهو ارتفاعه الحقيقي وحبيتوا تبحثوا عنها فهو طيب احنا عرفنا الميتر وقلنا هو يعني قدرنا نتخيله ندخل بقى على تمام؟ هيقولك مصطرة بس تكون عليها الارقام اللي بنشوفها دي تمام؟ عرفين البلية البلية اللي بنلعب بيه السنتيمتر يشبه طول البلية دي تمام؟ السيكنس بتاعتها تخنها يعني زي مسافتها من اولها لاخرها فلو بسيط على الرولر او المسطرة هتلاقي ما بين كل رقم والتاني ده سنتيمتر يعني ما بين الزيرو والوان ده سنتيمتر ما بين الوان والتو ده سنتيمتر وهكذا فدول كم سنتيمتر؟ 1 2 3 4 5 6 يقولي نفس الفكرة هنشوف صور ونتخيل كل واحدة فيها كم سنتيمتر يعني مثلاً البنسل ده كم سنتيمتر؟ وأصلاً حاطتلي رولر تحته طب ما نبص هو بدء من الزيرو ومنتهي عند مين؟ عند الـ 8 وفعلاً البنسل لو تخيلنا كده ممكن يبقى 8 سنتيمتر يبقى 8 سنتيمتر طيب النيل اللي هو ايه؟ المصمار المصمار أصغر من البنسل فممكن يبقى كام؟ ممكن يبقى 4 زي ما احنا شايفين من 0 إلى 4 يبقى 4 سنتيمتر بعد كده لو شايفين الكي كي أكبر من النيل شوية وأصغر من البنسل فباوت كام؟ لو وقفنا هنا كده يبقى 5 سنتيمتر شكراً